طيب احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع اصلاح ذات البين وقلنا ان ثوابها عظيم طيب افساد ذات البين بقى بص بقى شوف تصور ان افساد ذات البين ده يا أستاذة بيتحط في كلمة اسمها النميمة ايه هي النميمة يا جماعة النميمة هي نقل الكلام من شخص لشخص او من مجموعة لمجموعة مع الزيادة مش بقصد الاصلاح بقى لا بقصد الافساد عارفة اللي يبنقل الكلام ويحط على شهد بهرات فلفل وبهرات وبتحكد عشان يشعل لله عارفة ده زي مين هتستعجيب من كلامة دلوقتي ده زي البورس مع احترام طبعا لله اللي بيبخ في النار اه الله يفتعى على حضرته من هو البورس بقى البورس ده في اللغة اسمه الوزغ الف لام وزين غين ايه الوزغ ده ستين عائشة دخلوا عليها مرة فلقوها وضع العصى خلف الباب ايه عائشة انت بتتخنق يعني بتاعت مشاجرات وكده انت طيبة يعني تنتم المؤولات لهم لا انا وضع العصاية دي لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الوزغاء فاقتلوه قالك ومن قتله بضربة واحدة فله مئة حسنة عارف اللي هو ما شون عندنا عزكم الله بالبورس ليه بقى ليه عائشة قالت لان النبي قال لما وضع ابراهيم في النار كل الحيوانات بدأت تتسابق تطف في النار دي الا البورس الا البورس فلا هو قف من ناحا التالي عمالي شعلل في النار فاللي بيشعلله برضو في الخلافات دول زي البورس برضو فشوف النبي صلى الله عليه بقى النميمة بقى دي بقى الكلام بخصد الافساد النبي لما مر تصور ان النميمة دي النبي مر مرة على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبر استتر او لا يستنزه من بولك شوفوا النميمة يا جماعة اللي بتخربوا بيوت الناس شوف ياللي كم واحدة طلقت بسببك شوف ياللي خربت بيوت بكلمة شوف النبي قال ايه قال طب والقبر التاني ده بيعذب ليه دعاء هانم الكلام مهم او 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 با قال واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة بيعذب في قبره عذاب ما بعده عذاب عشان بينئل الكلام بين الزملاء بين الازواج بين الجنان عشان يلخبط والفتنة نائمة لعن الله ايه من اشعلها من ايقظها ايه من ايقظ الفتنة